خابت توقعات واشنطن بموافقة أنقرة على خطة استثناء مناطق شمال شرق سوريا من عقوبات قانون قيصر الرفض الحاسم جاء على لسان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي أكد أن قرار واشنطن بشأن إعفاء مناطق سيطرة قصد من العقوبات على سوريا قرار خاطئ موضحا أن تنظيم يي بيكي إرهابي تباما مثل بيكيكي كما اعتبر وزير الخارجية مولود شاوج أوغلو أن هذه الاستثناءات محاولة لشرعنة التنظيمين الإرهابيين ورغم التقارب التركي الأمريكي الأخير ووجود حزب العمال الكردستاني على لائحة الإرهاب إلا أن ملف دعم واشنطن لميليشيات قصد بحجة محاربة تنظيم داعش ما زال موضع خلاف كبير بين الطرفين وزارة الخزانة الأمريكية حددت 12 قطاعا معفيا من العقوبات المفروضة باستثناء قطاع النفط في المناطق الواقعة بالشمال والخارجة عن سيطرة حكومة ميليشيا أسد بهدف هزيمة داعش من خلال تحقيق استقرار اقتصادي وتشمل هذه القطاعات الزراعة والتجارة والبناء التحتية لشبكات الطاقة والإنشاءات والتمويل والطاقة البديلة والمواصلات والمياه وإعادة التدوير والخدمات الطبية والتعليم والصناعة أما المناطق التي استثناها الإعفاء فشملت جميع مناطق سيطرة قصد إضافت إلى معظم مناطق سيطرة الجيش الوطني المدعوم تركيا باستثناء منطقة عفرين ودون أي ذكرى لمناطق سيطرة ميليشيا الجولاني الذي يرى مراقبون أن خزيناته ستستفيد من هذه الإعفاءات لتحكمه باقتصاد الشمال الغربي وسيطرة ميليشياته على معبر باب الهوى وعلى الرغم أن الخطة الأمريكية تنسجم مع خطة أنقرة في إعادة مليون سوري إلى أماكن نفوذها غير أنها لا تحمل أي ضمانات حقيقية تمنع استغلال ميليشيات قصد وأسد والجولاني للإعفاءات ما يعيد انتعاشها ويزيد من تعقيد المشهد السوري